السلام عليكم ورحمة الله محببكم معايا في قناة تيوت الجوهراء في فيديو جديد في وصفة جديدة اليوم ان شاء الله غادي انشارك معكم اه غلاس منزلي رائع رائع جدا كيجيزوين اه صراحة بمقونات اقتصادية متاحة للجميع بدون فلوم بدون ترى بكهربائي وبدون حليب مركز وكذلك فهو غلاس طبيعي صحي ومنعش فقط بالفواكيه وبدون اه نكهات وما غاديش اه وما غاديش تحتاجي نهائيا لا مكينة لغلاس لا كريمة فقط بطريقة سهلة وبسيطة اه يعني غادي توجدي اه هاد القلاس وغادي تفرحي بيه اه ولداتك اه في هاد الحرارة كانت تبرنا هاد الفيديو ينا استحسنكم وما تنساوا تشتركوا في القناة وتفعيل الجرس باش دائما وصلكم الجديد اندوزوا بلا ما نطول عليكم اندوزوا للمقادير وكذلك كيفية تحضير هاد القلاس على بركة الله كانحتاجوا في مكوينة هاد القلاس عندي هنا اه عندي هنا سويلة مقطع وعلى شكل الطراف وضرتها في تلاجة مدة ليلة كاملة وكذلك الخوخ وكذلك الموز تقريبا اربعة لحبة ديال الموز وكذلك عندي هنا البرقوق وعندي ثلاثة العلب ديال ليعور بنكهة ظاني وعندي هنا عاصر الحمض عندي قليل من عاصر الحمض لكل مكوين يعني كل فاكهة وغادي نستعمل لبنات الغليكوز وهنا في هاد الاسمته ممكن تطيره بلاس الغليكوز آآ ساندة او العسل او حليب مركز يعني آآ بنسبة الحلوة فهي مسألة اختيارية وعلى حسب الرغبة لكل شخص آآ بنسبة الطريقة آآ على بركة الله غادي ناخدوا آآ ربعات ديال احبات الموز اللي قطعتهم على شكل قطاع ووضعتهم في المجمد الليلة كاملة سوف نستعمل لبناتها الطحانة اللي هي كنت تسهل عليها المؤمورية اللي ما مطفرش عندها ممكن تستعمل بلاستها لخلاط الكهربائي يعني مولينيكس والاهم من هاد الشي كله هو انه بنسبة الفاكهة او الفواكيح خاصهم يكونوا جمدين آآ ضفت هنا يا علبة ياغورت بنكهة فاني وكذلك آآ ضفت ملعقة صغيرة من عصير الحامض وغادي ننضيف كيكتلكم اللي بناتها الغليكوز انا كان فضل الغليكوز يعني ما ما سخنتو متحجة لان بحرارة المطبخ لان سفول الحال يعني دايب آآ من احسن البناتها اللي عندكم الغليكوز تطيفو الغليكوز لانه كيجي آآ الغلاس كيجي معلك يعني كي يعني كي يعني بوحد طور انه كي يعلك الغليكوز وغادي نضيف ملعقتين آآ من الغليكوز وغادي ننخلط آآ هاد المكونات كاملين بهذا الطحان كيف قلت لكم البنات ممكن استعملوا آآ مولينيكسي لما مطفراش عندكم لكن هي كتهنيكم وكتنفعكم آآ في هذا في هذا آآ تطحين هاد الفواكيح آآ بعد ما آآ طحنت آآ المكونات ان شاء الله غادي ننفرغهم ونوضعهم في العلبة أو البوطة وغادي ان شاء الله ننقفل عليها ونوضعها في مباشرة في الثلاجة او المجمد وهذا هو القوام ديال ديال القلاس الاول او المتلجة الاولى وهي ديال من الموز كيف كتشاهدوا يا لمداية او الشكل ديالو يعني كيجي قوم ديالو ما نقولش لكم غادي نوضعه في العلبة وغادي نوضعه كيف لكم آآ في المجمد وغادي نحضره ان شاء الله المتلجة او القلاس الثاني بالنسبة للمتلجة او القلاس الثاني لبنت غادي ننضيف الخوخ اللي هو آآ تقريبا عندي تلتمية قرام ديال الخوخ كيف لكم البنات يعني الاهم من هالشكل هو ان الفواكه خاص يكونوا جامدين يعني يكون في المجمد ليلة كاملة من بعد كنضيف آآ علبة ديال الياغورد وبالنفس المكونات البنات يعني غادي نضيف آآ آآ قطرة ديال الحامض عاصي الحامض وغادي نضيف كذلك آآ غليكوز يعني الغليكوز بحرارة لمطبخ ما غاديش نسخلو لان اصلا دايب غادي نحاول انضيفه يعني ملعقتين وتقدروا تأتيرو بلاسته آآ آآ سكر الخشين او الساندة او العسال يعني آآ بنسبة لحسب الرابع يعني انا غادي نضيف القليكوز لان القليكوز كي يعلك القلاس كي يجي مع القلاس آآ روعة والحلوة كيرجع لكم الاختيار بالنسبة للحلوة فغادي نخلط المكونات كاملين وبنفس الطريقة ان شاء الله بعد ما نطحنهم غادي نوضعهم آآ في في العلبة او آآ بواطة وغادي نوضعهم في فتلاجة بالنسبة للحوخ ممكن البنت تخلوه بقشور دياله لان آآ آآ دك آآ هذا القشور كيعطوه واحد كيعطوه واحد شكل آآ شكل دياله كي يبن جميل بسه بحال لا قدرت إلي شيء مكونات يعني مكسارات آآ بعد ما آآ طحنت الغلاس او المتلجة الثاني اللي هو دياله نخوخ هنتم البنتي كيف كتشاهدوا معي يعني كي يجي بالقشور دياله كي يجي رائع آآ كيف العادة غادي نوضعه آآ في العلبة او البوطة وغادي نقفل عليها وغادي ننوضعه مباشرة في اللاجة او المجمد وغادي نحضر ان شاء الله المتلجة الثالثة او القلاس الثالث بالنسبة للغلاس او المتلجة الثالثة اللي هي اسوية للبنت يعني آآ قطعها على شكل القطع وغادي توضعها في اللاجة الليلة كاملة وغادي تطحنها بهذا الطحانة يعني غادي نوضعها وغادي نضيف لها علبة الياغورت آآ بنفس المكونات غادي نضيف القليكوز يعني ملعقتين من القليكوز وكذلك غادي نضيف آآ آآ عصير الحامض يعني تقريبا واحد آآ نصف ملعقة غادي العصير الحامض وغادي نطحن المكونات مزيان آآ بالنسبة لهذا القلاس مثلا تقدروا مثلا تطفو الحلاوة في آخر اللحظة يعني آآ توقو وممكن تطفوها آآ يعني تسيتوا السقار وكيف قلت لكم اللي بنت ترى الحلاوة فهي كترجع لكم يعني كترجع لكم الاختيار يعني آآ لا بغادي تطفو الحلاوة لكن هذا القلاس آآ آآ بالفواكيه آآ من الأحسن ما يكونش حلو لأنه أصلا فواكيه آآ متوفرة فيها آآ موت آآ السقار من بعد غادي ننزول هاد آآ الغلاقة لها المتحانة بعد غادي ننخد الخليط غادي نوضع آآ في العلبة أو بوطة هذا الشكل غادي نقدم زيان من بعد غادي نست نقفل عليها وغادي نوضعها في المجمد آآ بالنسبة للغلاس الرابع او المتلجة الرابعة عندي هنا لبنات الخوخ ها هو آآ وضعت الخوخ ضفت لي التهوة لياغورت وكذلك آآ قليل من آآ ملوين آآ باش اعطني واحد اللون اللي هو آآ موحد وكذلك اضفت ملعقتين آآ كبيرتين من القليكوز لأن الخوخ عندي آآ حامض يعني دقته قبل من من نستعمله ولقيت أنه حامض يعني اضفت آآ في الاخير غادي نضيف آآ غادي نضيف آآ سكر يعني تيجي آآ حلوء يعني ما يجيش حامض بزيب وغادي نخلط المكونات بنفس الطريقة فهذا الطحانة يعني آآ البرقوق استعملته التهوة باقشور دياله آآ والاهم من هذا الشي كله وأن آآ فواكيه تكون جامدة فغادي نوضع آآ الخالط ديالي ديال البرقوق غادي نوضعه في هذا اليناء آآ وهده هما الأنواع ديال القلاس اللي وجدت معكم اللي بناتها وما آآ بعد ما طحنتهم بمكونات اللي هما طبيعية وصحية آآ فقط الفواكيه وبدون النقهات غادي نشاء الله نقفل آآ عليهم وغادي نوضعهم آآ في المجمد الليلة كاملة من بعد ان شاء الله هنتلقى عند آآ تقديم هذا آآ آآ غلاس او ايس كريم اللي هو طبيعي وصحي والفواكيه آآ بعد ما دازت آآ ليلة كاملة خرجهم من المجمد آآ ايس كريم او آآ غلاس آآ منزلي سوف نجد معكم هذا الجلس سوف نوضعه في الكؤوس طريقة سهلة من نفس الطريقة سوف نجد معكم المكونات الأخرى هذا الجلس منزلي هذا الجلس الثالث أو متلجة الرقم الثلاثة هي ديال البرقوق يعني نوك اس كرين بالبرقوق وهذا الاخير اللي هو جلس بالخوخ يعني كيف كتشاهده معي يعني كيجي لمنظر دياله يعني كيكون لديد لصراحة لف الماضاق دياله حتى الشكل دياله يعني كيجي واحدة لو اللي هو جميل بثاف بها الطريقة يعني غادي نوجدهم وهذه هي آآ وصفة اليوم يعني آآ غلاس أو ايس كريم آآ طبيعي وصحي بالفواكيه بدون نكهات بدون آآ بدون كريمة بدون حلب مركز يعني تقدير توجديه فقط بالفواكيه اللي متوفره عندك في البيت نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال اعجابكم ولا عجبكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعل الجرس باش دائما يصلكم الجديد والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة